أدى أفدنا من الكلية الوطنية للقيادة والأركان صباح اليوم زيارة لمباني سلطة منطقة واذيب الحرة وتهدف هذه السيارة إلى التعرف عن قرب على مهام ودور المنطقة الحرة في التنمية الوطنية بعد زيارتها للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم فتحت منطقة واذيب الحرة أبوابها أمام الدفعة السادسة عشرة من دورة الأركان من الكلية الوطنية للقيادة والأركان بقيادة العقيد محمد لمين العبد المولى قائد الكلية الوطنية للقيادة والأركان والتي تحتوي طلابا من المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن وجمهورية السودان ودولتي مالي والسنغال الجارتين تلقى الحضور عروضا فنية قدمها مدير نظم المعلوماتية خطر وللمين تناولت المنطقة الحرة والأهداف المشأة لتحقيقها ومجالات تدخلها وانعكاساتها على ساكنة نواذيب بعدها أتيح المجال للطلاب لطرح استفساراتهم التي أجاب عليها أصحاب القرار بسلطة منطقة نواذيب الحرة رئيس منطقة نواذيب الحرة السيد بام ممدو عبد الله رحب بالوفد الزائر مؤكدا استعداد السلطة للتعاون مع المؤسسة العسكرية ومتمنيا لطلاب الكثير من النجاح في مهامهم المستقبلية وهنا في ميناء خليج الراحة تعرف طلاب كلية القيادة والأركان على نشاط الصيد التقليدي الذي يوفر ألاف فرص العمل للمواطنين تفاصيل كثيرة قدمها المدير العام لميناء الصيد التقليدي الطالب أولسيد أحمد للوفد الزائر تضمنت خصائص الميناء ودوره الاقتصادي والتطور الذي شهده في السنوات الماضية ميناء نواذيب المستقل هو الآخر كان المحطة الأخيرة من زيارة وفد الكلية العسكرية حيث نبض الاقتصاد الوطني والعالمي تعرف الزوار على الشريان الاقتصادي لبلادنا عن طريق شروحات قدمها علي الساموري المستشار الفني لمدير ميناء نواذيب المستقل تناول التاريخ الميناء ووظيفته والتطور الذي يعرفه الميناء والذي يتسع لحوالي مليون طن سنويا إضافة لتوفيره ألاف فرص العمل كما تجول الوفد داخل الميناء وتعرف على التوسعات الجديدة للميناء في زيارة أعطت الزائرين لمحة عن مشاءات الاقتصادية بمدينة نواذيبو إطار برنامج تدريب لكل بطني قيادة الأكان زرنا مدينة نواذيبو حيث تشرهنا بزيارة عادة المشاءات الاقتصادي الهامة لكانت زيارة الشركة الوطنية الصناعة المناجم ثم المنطقة الحرة مؤسسة خليج الراحة ثم ميناء مستقل نواذيبو طبعا سنزور بعض المشاءات لأخذ الطاب العسكري لاحقا كانت هذه فرصة الاطلاع على هذه الهيئات العمر جبار لا يتقوم به ما حققته النتائج وما تصويله تحققه النتائج إجابية إن شاء الله وكانت فرصة سعيدة لأن كل ضباط متدربين يطلعوا على الوضع الاقتصادي جيد لمؤسسة هذه المؤسسات وعلى مشارعها المستقبلية العملاء وعلى شواطئ كابانو استمتع وفدو الكلية الوطنية للقيادة والأركان رفقة قائد المنطقة العسكرية الأولى لواء علم بارك زايد استمتعوا بأجواء المحيط الأطلسي الباردة وسط إشهادات بالتطور الليطال المدينة الاقتصادية تنواذيبو وتدخل هذه الزيارة في البرنامج التعليمي لكلية القيادة والأركان كل عام من أجل التعرف على المنشآت الاقتصادية الوطنية محمد عمر بلول الموريتانية نواذيبو